السلام عليكم و اهلا و سهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهات اللوم نتنج او النسيج بالنول انا روبا وفيديو اليوم ان شاء الله رح نحكي فيه عن الطريقة رقم 2 اللي بنبلش فيها النسيج وهي طريقة اسمها chain cast on فخلونا نبلش طبعا طريقة chain cast on هي الطريقة التانية اللي بنبلش فيها النسيج بالنول المرة اللي فاتت احنا حكينا عن طريقة الاراب cast on طبعا فيه ناس بتفضل هاي الطريقة وبتعتبرها سهلة او يعني ارتب شكلا بالتنفيذ وتطلع متينة اكتر من الاراب cast on وفيه ناس بتشوف العكس يعني فيه ناس بتشوف الاراب cast on ارتب بالتنفيذ فبالاخر برجع لالكم يعني ممكن اللي يكون مرتب وسهل بالتنفيذ من وجهة نظر ناس معينين ممكن من وجهة نظر ناس تانيين يكون عادي او صعب بالتنفيذ فعشان هيك انا المرة اللي فاتت فرجتكم اول طريقة واليوم رح افرجيكم طريقة chain cast on لحتى انتو تقدروا بالاخر تجربوا الطريقتين وتقرروا شو الانسب لالكم فهادي هي طبعا لحتى نطبق فكرة اليوم حتلزمنا المواد اللي انتو شايفينها قدامكم اول شي بالنياه هو النول او اللوم اللي بدك تستخدميه طبعا اي نول بدك تستخدميه بيمشي حاله انا هون هستخدم النول هادا الدائري وزيما انتو شايفين حجم صغير بس بهدف السرعة بالفيديو مش اكتر فيعني اي نول موجود عندك سواء كبير او مربع او مستطيل هاي الطريقة بتنفع انك تستخدميها فهذا اول شي حيلزمنا كمان تاني شي بالنياه هون هو صنارة كروشي هالمرة حنستخدم صنارة كروشي عادية مش صنارة النول اللي استخدمناها المرة اللي فاتت اللي هي هاي لا حنستخدم صنارة كروشي عادية طبعا كيف بتختاري صنارة الكروشي المناسبة تختاريها حسب نوع الخيطان اللي انت اخترتيه قديش هذا الخيطان الصوف اخمال او ارفاع بتحددي على هذا الاساس شو حجم الصنارة اللي انت بدك تستخدميها وكمان نقطة ثانية مهمة هون إنها تكون تفوت ما بين العصي طب هون النول زي ما إنتوا شايفين بسهولة من دون ما تعلق ومن دون ما تغلبك بالطلعة والفوتا فهذا بالنسبة لصنارة الكروشي أنا هون حاستخدم صنارة اسمها أتش اللي هي بعتقد رقمها خمسة فهذا بالنسبة لصنارة وآخر شي طبعا بنا إياه هو خيطان صوف وبرضو هون ممكن تستخدمي أي خيطان صوف بدك إياها أهم شي لما تختاري خيطان الصوف إنك تستخدمي السنارة المناسبة لأي لهم فهذا كل إشي بنا إياه هلا خليني أفرجيكم تطبيق الطريقة الخطوة الأولى عندي هون هي إني بدي أمسك هذا الخيط وأعمل فيه عقدة صغيرة طبعا هاي العقدة اللي نعملها بنسميها لسليب نوت اللي هي عقدة بنعملها بها الشكل طبعا هاي العقدة كتير كبيرة فأنا بشت وزغر بالحجم اللي أنا بديها أهم شي هاي العقدة ما تكون لازة كتير على السنارة بحيث إنه السنارة تتحرك فيها لإنه حطلع السنارة منها وأدخلها فبنافس الوقت ما تكون مرخية كتير يعني بدكم إياها تكون مبحبحة شوية صغيرة فهذا أول شي بنا نعمله بنا نعمل إسلاب نوت أو عقدة البداية وندخلها بالسنارة هلا الخطوة اللي بعد هيك هنمشي بالنال اللي عندي بس هنمشي طبعا تتذكروا عكس عقارب الساعة يعني بمشي على النول باتجاه عكس عقارب الساعة هاي نقطة البداية اللي هي هون فأنا مش هابلش من هاي هاي علامة حتكون لقلي وين أنا بلاشت ووين رح أنتي فأنا حابلش من اللي جنبها لإني بدي أمشي عكس عقارب الساعة فهاي تاني شغلة تحطوها في بالكم أوكي الخطوة التالتة رح أجيب السنارة اللي عندي اللي دخلنا فيها العقدة زي ما حكيت لكم إحنا حنبلش من هاي العصايا هاي حتكون عندي آخر وحدة فهاي أول وحدة حنبلش فيها هاي حتكون رقم تنين هنمشي تجي عكس عقارب الساعة الاتجاه فهاي أول وحدة تاني وحدة تالت وحدة وهكذا فحنبلش من هاي العصايا اللي هون السنارة تبعتي حتكون جاية من جوه بهالشكل والخيط طبعي حأخذه أطلعه لبرة حأبلش من قدام العصايا وألف طبعا باتجاه عكس عقارب الساعة يعني حتكون الخيط جاية ما بين العصايا رقم واحد والعصايا رقم اثنين وهي السنارة تبعتي مع الغرزة هلا اللي بعد هيك رح أعمله رح أجيب السنارة تبعتي وأدخلها ما بين العصايا الأولى والعصايا الثانية بيها الشكل وبعدين رح أجيب الخيط هيك عندي من برّ whoa وألف على السنارة وألفها وبسحب السنارة وبدخلها من العقدة اللي عندي كمان مرّة هاي السنارة تبعتي مع العقدة اللي عندي هأدخلها ما بين العصايا تنين وثلاتة هأجيب الخيط طبعي من برّا بيها الشكل بحطه على السنارة وبمسكه بالسنارة وبلف وبطلعه من الحلقة اللي من جوه خليني افرجيكم كيف بها الشكل معلش تحملوني لانه الاطار مش جاي على مستوى ايدي فعشان هيك انا بحاول اشغل ببطوء فزي ما انتو شايفين بدخل السنارة ما بين العصاية ثلاثة او اربعة بجيب الخيط تبعي بحطه على السنارة وبلف بمسكه منيح بالسنارة وبطلعه من الحلقة اللي من جوه اوكي كمان مره طبعا ديروا بالكم انا طبعا هون لانه بجيعة بها ايدي ممكن الخيط يفلط معي بس رح احاول اشتغل شوي شوي عشان انتو تنتبهوا على الطريقة فعصاية اربعة وخمسة بجيب السنارة تبعتي مع العقدة الخيط من برا زي ما انتو شايفين بجيبه بحطه على السنارة بلف السنارة وبطلعها من العقدة اللي عندي جوه وبلف فايك بتصفي عندي كمان عقدة كمان مرة بلفها وبلفها وطبعا هيك رح اكمل على كل العصي اللي موجودين عندي موسيقى 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 اللي عندي اللي هي هاي تتذكروا تركناها انها تكون العصاية الاخيرة هلأ هاي العصاية مش هعمل عليها نفس الخطوات اللي عملناها بالعصي التانية لان اذا بدي اعمل عليها نفس الشي هتصفي عندي حلقة زيادة بالاخر موجودة في سنارة الكروشي فعشان هيك اللي بنعمله لما نوصل عند العصاية الاخيرة بنجيب الخيط هذا اللي من برا بنحطه هيك لجوه وباخد اخر حلقة موجودة عندي بي السنارة وبدخلها بي الخيط بي العصاية الاخيرة وبشد الخيط عندي من جوه وبعدين بطلعه لبرا وبعدها طبعا بتبلشوا تشتغلو الغرزة اللي انتو بتكم تشتغلوها حسب شو الغرزة اللي بتكم تعملوها اوكي وزي ما انتو شايفين يعني بالاخر كل العصي بننفذ عليهم نفس الطريقة وبنتبع فيهم نفس الخطوات باستثناء العصاية الاخيرة العصاية الاخيرة بنفك اخر حلقة موجودة على سنارة الكروشي وبندخلها فيها فهذه هي طريقة التشين كاست اون هاي الطريقة يمكن شوية اصعب بالتنفيذ من طريقة الايراب كاست اون بس الغرز او الحلقات فيها بيطلعوا ماسكين اكتر وشكلهم ارتب شوية من وجهة نظري فبالاخر برجع لالكم شو الطريقة اللي انتو بترتاحوا انكم تستخدموها جربوا الطريقتين وبعدين بتقرروا مين الانسب لالكم فهذه طبعا اذا عندكم اي سؤال بخصوص هاي الطريقة اتركوا لي اياهم بقسم التعليقات تحت اذا انتم ما شفتوا فيديو الايراب كاست اون ممكن تكبسوا على حرف الاي بطرف الفيديو حتلاكوا الفيديو موجود هناك او اروحوا على سلسلة النسيج بالنول او اللوم نتنج حتلاكوا كل الفيديوهات المتعلقة بهذا الموضوع موجودة تحت هاي السلسلة وممكن تشوفو الفيديوهات فهذا كل شي بالنسبة لفيديو اليوم اذا عجبكم هذا الفيديو يريد تعملوا لايك وتشاركوه وطبعا اذا انتم اجداد بالقناة اهلا وسهلا فيكم قناتنا هي قناة متخصصة بالاشغال اليدوية والتطريز الفلسطيني فاذا انتم من الناس اللي بتحبو هاي المواضية ما تنسو تضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب لحتى تشتركوا بالقناة وتفسلكم الفيديوهات اول باول وباشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله باي باي